بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيميا الكهربية كيم 233 الوحدة السادسة خلايا التحليل الكهربي وسوف نتعرض في هذه المحاضرة ليهم التطبيقات المستخدمة في التحليل الكهربي التطبيق الأول هو ما يعرف بالطلاء الكهربي ويستخدم هذا التطبيق لإعطاء الكثير من الأدوات المعدنية مظهرا لامعا ولحفظها من التآكل ولإعطائها قيمة أكبر بتغليفها بطبقة من معدن نفيس مثل الذهب أو الفضة مثلا إذا أخذنا طلاء ملعقة بطبقة من الفضة هنا الملعقة واضح أنها متآكلة ومظهرا غير جيد عندما قمنا بطلائها بطبقة من الفضة لاحظ أن مظهرها أصبح جميل وقيمتها بالطبع هي أكبر نسبة لطلائها بمعدن الفضة ما هي الطريقة التي يجب أن نتبعها لطلاء ملعقة أو أي أداة أخرى بطبقة من المعدن؟ يتم أولا تنظيف سطح الملعقة جيدا ثم تغمر في محلول موصل للكهرباء يحتوي على أيونات الفضة مثلا نترات الفضة هذا هو المحلول ويحتوي على نترات الفضة ونترات الفضة بالطبع تتأين في الماء وتعطي أيونات الفضة ويوضع في المحلول أيضا عامود من فلز الفضة هذا هو العامود من فلز الفضة ويتم توصيل الملعقة بالقطب السالب هذه هي الملعقة يتم وصلها بالقطب السالب وهو الكثد بينما العامود يتم وصله بالقطب الموجب وهو الأند بعد ذلك أيونات الفضة الموجودة في المحلول تترسب على سطح الفضة حيث أن هذه الأيونات يتم اختزالها تتحول من أيونات الفضة إلى فلز الفضة الصلب المترسب على سطح الملعقة بينما في ذات الوقت من خلال الأند تحدث عملية أكسدا حيث أن في لز الفضة يتأين إلى أيونات الفضة وبذلك فإن كمية أيونات الفضة الموجودة في المحلول يتم تعويض من خلال إذابة الفضة إلى أيونات الفضة بذلك تظل كمية أيونات الفضة الموجودة في المحلول كافية لطلاء الملعقة ونلاحظ هنا أن كمية الفضة المترسبة على سطح الملعقة تتناسب طرديا مع كمية التيار التي يتم إمرارها في المحلول وهذا التفاعل هو تفاعل غير تلقائي ويجب توصيل هذه الخلية بمصدر خارجي للتيار الكهربي وبذلك يمكن القول أن الطاقة الكهربية قد استخدمت لإحداث التفاعل الكيميائي بهذا ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربية في دروس لاحقة